يعني قبل يومين وضيفك الكريم أنا أحييه وصديق وأنت تسمعين يعني بيان وزارة الداخلية إلقى والقبض على عشر تالاف عشر تالاف بين هلالين تاجر مخدرات يعني مو ليتعاطون لو ربما ليتعاطون قد يصل أكثر بالمليون صحيح أو مليونين يعني هذا الرقم أنا من اطلعت عليه يا ست انصدمت طيب أنت هذا اللي اعتقلته هذا ما يحتاج لسجون يحتاج لمعالجة لأن من فيهم متاجر أكيد يتعاطى واليتعاطى يحتاج لمؤسسات صحية أهله هل لدينا القدرة على السجون أن تستوعب اليوم يا ست أقول من خلال برنامجكم تظاهرات في سجن بابل المركزي موظفين طلعوا يظاهرون لأنه تأخر في رواتبهم الطريق طويل المعاملة المؤسسة الأمنية معهم صعبة هذا حسب ما سمعت من المتظاهرين ثم يقول أحدهم لدينا سبعة آلاف إرهابي طيب كيف في سجن سبعة آلاف إرهابي سبعة آلاف إرهابي في بابل فقط نعم وأنا في بابل وأنا دقيق في هذا الرقم ومعروف بالإعلام يعني ما تكلم بعواطن طيب ستاة ماهر هاي سبعة آلاف عفوا حتى نفتهم أكثر هذول السبعة آلاف هم عراقيين فقط أم من غير جنسيات الأكيد أكيد إحنا يعني ما شاء الله دول الجوار صدروننا هوا إرهابيين لكن موجودة طيب سجن الحوت إذا سبعة في بابل الحوت كم التاج كم أبو غريب كم اللي في الشمال في بادوش كم يعني سجون البصرة المركزية كم 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 يعني هالمعقولة يعني أليس هناك معالجة لما يجري للعراق هل يؤقل نحن بلد الجريمة رقم واحد في العالم أي سجون هذه اللي يمارس بها أبسع أنواع التصرفات اللي ماتل حتى دون مستوى البشر بالضبط خلي أنقل سؤالي وأرحب بضيف الأستاذ أحمد العبادي حياك الله بنريد وطن أستاذ أحمد مرحبا ست وجدان تحية إليك وتحية الأخي وصديقي الأستاذ ماهر يعني خلي نبدي أساسا من الفكرة الأساسية من إيداع المحكوم بالسجن هو الهدف شنوه أولا إحنا عدنا قانون اسمه قانون إصلاح النزلا والمدعين يعني هذا القانون هذا القانون حقيقة الأمر ضمن التصنيفات حقوق الإنسان العالمية يعتبروه الحد الأدنى من مراعاة حقوق الإنسان الحد الأدنى وعلى فكرة هاي كلمة الحد الأدنى هو موجود بنص القانون نعم والهدف من كل العالم كل العالم الهدف من إيداع السجناء وهو للإصلاح يعني يجبون مجرم من الشارع يدخلون للسجن يتعاملون نفسيا واجتماعيا وطبيا ومن ناحية أخلاقية وبالنتيجة النهائية يقضي فترة العقوبة ويطلع يعني أصلاح أصلاح هو السجن موسجن أصلاح فيطلع شخص يصلح أن يعيش في وسط المجتمع اشتركوا في القناة